بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى يا سادة احنا بلنا نتفقد البيوت بتوعنا لازم نبقى فاهمين كويس جدا جدا ان البيوت لازم من وقت للتاني نبقى فاهمين اللي بيحصل فيها لان اذا ما احنا ما في مناش ده مش هنقدر ننتقل من التوافق الى الرضا الى السعادة وده شيء مهم جدا 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 لازم نلتفت الى احنا لما تفقدنا البيوت وجدنا فيه ظاهرة مهمة جدا جدا لازم نلتفت اليه ايه ظاهرة اللي احنا لازم نلتفت اليها ظاهرة لو ان احنا ما ادركناهاش وفهمنا ان هي بتحصل في البيوت البيوت هتفضل لسه موجوعة ايه هي وهي ظاهرة التعامل مع فواتير قبل الجهاز يعني ايه؟ التعامل مع فواتير التنشئة الناس اللي بتتعرض لحياة أسرية مش مريحة قبل الجواز بتفضل الحياة الأسرية اللي مش مريحة قبل الجواز دي بتفضل مؤثرة في حياتها وكان في احتياجات بتبقى نقصة ومشاعر سلبية وكمان أحاسيس لم تلبى وعناك احتياجات كمان فضلة زي ما هي لغاية ما صدت وابتدت تعمل في بعض الأحيان نزيف وصديد الحياة دي كلها بتبقى نقصة فبيعود ده على عدم الشعور بالأمان وخاصة لما يحصل ده من الأب أو الأم وده بيعمل مشكلة في وقت اختيار شريك الحياة إما أن البنت تروح تختار واحد من زي أبوها أو واحد زي اللي هي كانت متصورة أنها كانت محتاجة من أبوها أو واحد يتجاوز نسخة من أمه أو واحد يتجاوز واحدة من زي أمه خالص عشان كل ده هي محاولة للهروب من البيت فإما بيتجاوزوا عشان يهربوا من البيت أو بيتجاوزوا عشان يهربوا من النمازج اللي هم ما شافوها في حياته لأن البيت ما كانش محل راحة أبدا فيكون القرار أن أخرج من البيت بأي تمن والأي مكان ومع أي حد على أمل أن أنا ألاقي اللي كنت محتاجه من أسرة المنشأ طيب إيه النتيجة؟ بتنتج مشكلة كبيرة جدا جدا أنا استرحت على تسميتها الجوع العاطفي الجوع العاطفي بينزل كده مع باكتش الجوع العاطفي والجوع العاطفي ده اللي تكلم عنه حضرة النبي لما كان بيقبل أولاده فجاله الأعرابي فقال له أتقبل أولادك يا رسول الله قال نعم قال إني عندي عشرة من الأولاد لا ما قبلت واحدا منهم قط قال ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك أو الرحمة اللي من قلبه دي هو عايز يقوله إيه؟ حضرة النبي عايز يقوله أن أنت كنت لازم تعطي الأولادك من رحمتك عشان يتملوا عطف طب إذا ما حصلش والأولاد ما خدوش العاطفي ده بيحصل عندهم الجوع العاطفي والجوع العاطفي بييجي معاه شوية مشاعر تاني الغضب والإحباط وعدم الرضا المشكلة هنا بقى عند الزوجة مش في الجانب المادي اللي الزوج بيوفره لها بيبقى المشكلة فين؟ لكن بتبقى المشكلة أن هي شايفة ما بيوفر لهاش احتياجاتها العاطفية فما بتشعرش أن هي أنثة وكل اللي بيقدمه لها ما بيكونش بيساوي أي حاجة لأن هي مش شعرة أن هي أنثة ولا أن زوجها كمان بيمدحها وبيعوضها أن هي تحس أن هي فتاة وتحس بالحنان فهو لا بيديها حنان ولا بيمدحها كأنثة طب والراجل والراجل كمان بيكون شايف أن هو كزوج وزوجته تقتصر على دور الزوج مش الأب ما تكلفونيش فوق مقاطي أنا مش أبوكي فبيكون شايف أن زوجته محتاجة تغير بعض المفاهيم عندها عشان تقدر تعيش والزوجة كمان بتشوف أن زوجها هو اللي محتاج يغير شوية عشان يوفر لها السعادة ليها ولأولادها لأن ده الصح ودي التضحية المناسبة اللي هي منتظرها من زوجها إنه ويغير من صفاته فيتحول إلى حنان الأب مش شوء العاشق ولا شوء المحب مشكلة الزوجة لو كانت في الشخصيات كمان إنها لو كانت كمان من الشخصيات اللي احنا بنسميها الشخصيات البرفكشنست اللي هي سعي على الكمال ففي الغالب بيجي معها إحساس تاني هو إحساس الحساسية فبتبقى حساسة جدا إنها مش بتطلب المساعدة ومش بتقول لأ مش ممكن تقول لأ يعني إيه؟ عطيه فضل تحس إنها بتستهلك لأنها مش راضية تقول أنا مش قادر على ده وهي بطبيعتها بتطلب الحاجة مرة واحدة وبتشوف إن زوجها لازم يحقق لها كل اللي هي ترابطه من أول مرة إن أصلاً هي ما كانت المفروض تطلب هي أصلاً كنوا خلاها تطلب فده ضغط عليها وهو لازم يعمل اللي هي عايزها لإن هي عندها مبرر إيه المبرر؟ إن هي مظلومة ولازم حد يديلها ده طيب إذا كانتش أبوها هو اللي الديني حنان وزوج اللي الديني حنان مين اللي الديني؟ اشتركوا في القناة